نعم بداية هذا موضوع هو استمرار للحلقة الماضية اللي كان فيها العلاقات الزوجية لدى كبار الصين احنا مازالي مستمرين تقريبا في نفس الموضوع اتنين هذا واحد الموضوع محضاش بنفس الاهتمام اللي حضابه زواج دير المطلقين هذا زواج دير الأراميل في الدراسات المتخصصة الاجتماعية ونفسية هي قليلة جدا ولذلك البحث الآن في هذا الموضوع كان قوم قالات الأقلة والأكتر غير متخصصة اتنين لما كانت كلموا على الأراميل احنا كانت كلموا على الناس اللي فقدوا الزوج ديرهم أو الزوجة لاب출 الان كانت مرة على مرأة الرجول اللي كانت كلموا أيضا على الأراميل كانت كلموا على آباء اليتاما وكانت كلموا على أسر كانت موجودة ويمكن غادي تأسس أسر جديدة أو وضعية زواج جديدة وهذا كيخلينا أمام واحد الوضعية اللي ربما قد تكون غير عارية وشنو اللي كي يجعلها غير عادية وهنا قد يتبعها الأهمية دياله الموضوع هو أن الكثير من الناس والله واحد على الأقل واحد الجزء اللي يدخلوا في علاقات زواج جديدة وهما في وضعيات ديال الأرمال والأرمالة تحوف مشاكل وزادة تعقدة الحياة ديالهم أكثر أو دخلوا في زواج جديد وسقطوا في الطلاق لاحظوا كيفاش نتقلنا من وضعيات ديال أن يكون شخصه أرمال ونتقل إلى الوضعية ديال الطلاق وهنا العملية ديال الحياة والدورة للحياة قد يتعقد بشكل كبير علما بأن الزواج ديال الأرمال هو مشي جريمة ووفاة الفقيد ديال الشريك الثاني في العلاقة اللي توفى هو أيضا ليست للجحودا له ولا جحودا للأبناء بل هذه سنة الحياة هكا غادية وربما قد أشديد على الكلمة اللي تفضلتوا بيها وهو الزواج ديال الوناس لأننا كنا نضع لها 60 سنة فا مفوق أكيد إذن قرار الاتباط والزواج هو قرار فردي كيمتد أكيد الأطر دياله على الأسرة بالنسبة للرجل والمرأة يعني رجل المسن أو المرأة المسنة والعائلة دياله وكيمتد كذلك للمجتمع ككل باعتبار أن المجتمع هو مجمع للعائلة والأسرة المترابطة لذلك في هذا اللقاء نود أن نتعرف معكم على هذه التحديات التي يمكن أن تصادف هذا الزواج يعني هل هناك أخطاء يقع فيها الأراميل منك برسين في هذا الزواج؟ نعم أكيد الحياة هكا لأننا نقوله من يمارس سيخطئ واللي يدخل في شيء علاقة قد يسقط في الخطأ وخاصة إذا كانت حياة الزوجية قد يقع الإنسان في الخطأ كان الكثير اللي واقع تبتلنا بأنه كان واحد مجموعات الأخطاء اللي ربما إلى السحر منها نقدر نكونه يمكن افتجاه ديال إنجاح العلاقة وخاصة العلاقة الزوجية اللي كانت تكلموا عليها غادي نبدأ بواحد القيصة شخص ديال حوالي 72 سنة كيتزوج مشابة حوالي 22 سنة انتهى الأمر بمدة قصيرة من بعد الزواج استطاعت تضطر عليه وتقنعه كتبلها الأمل على كلها من بعد مدة طلبت الطلاق انتهت القصة الزواج انتقالها من الوضعية للحياة الأسرية اللي كانت يتمنى الاستقرار فيها فإذا بيه في الضياع في الشارع واتشت نولته وسائل الإعلام بواحد شخص كبير جدا المشكلة الآن هنا إلا قدرنا نخرجها ويا صغيرة جدا هو الزواج ديال الأرامل من الشارك الثاني داب الآن ولا من الطرف الثاني اللي غادي نخله معه في العلاقة الزوجية بواحد الفارخ ديال وحد العمر كبير جدا هنا كنتكلموا على أجيال رابعة للأحيان خمسة ست الأجيال ما بين رجل والمرأة وهذا غادي يعطينا ربما حياة اللي غير عادية يمكن ربما تنجح في حالات ولكن ما كتنجحش في حالات كثيرة الجوج لقينا أن المجتمع ديالنا كينتقد بحيدة وهذا شيء يخصم يستحضروها هادوك اللي كيتزوجوا من الناس اللي كيقدموا العزاء اللي جا يقدم العزاء من تم ما فين كيتم الخطيار ديال الزوج وهذي غالبا كتوقع عن جعله وهذي الانتقاد الاجتماعي كبير والآثار ديالها على الوليدات والآثار ديالها على العلاقات والآثار ديالها في الحياة العامة إلى خيرين لذلك هذي غير الاستحضر ديالها هي ماشي بدرجة مشكل لأن بعض الأحيان كتكون ضرورة ولكن ممكن استحضروها بشكل كبير أيضا الزواج ديال الأرامي الفضل نوضع يا بحل ديال كبار السين ما كيستحضروش الفارق في العمر من خلال التفاهم من خلال المهولات من خلال الطبع من خلال العادات ومن خلال الأضواق إلى آخره وهذا كيزيد يعقدنا الحياة ديال الزوجية إلى آخره اختلاف الغاية من الزواج أش بغيط ده بتصور واحد كنكون يقلب على استقرار ولا يقلب على الونيس في الحياة دياله ووحدة إذا افترضنا كتقلب على ولدات هنا استضام الغايتين شنو غادي يعطينا إما يعطينا اطلاق إما يعطينا مشاكل أخرى كتتعقد إلى آخره أو الدخول الزواج ويفقى واحد المبدأ ديال إم لأ الفارغ علاش بغيطي تزوج ويبعد ناعد الحالة بغيط نزوج غير بش ما نبقاش بوحدة نعم نعم في الغالب نعم هاد الكلام هادا شنو كيدي ما عطاناش تكنية اللي كما كيتكلم عليه سبحانه وتعالى والإسلام ديالنا والحياة الإنسانية بشكل عام ما دخلينش للزواج بكم لأنها دراج جريبة تزواج ماشي تجريبة ديال اللي إم لأ الفارغ ولا خصها تخد البعد ديالها طبيعي اللي غي يفترض أن يكون إلى آخره أيضا بعض الأحيان كيسقطونا للمتزوجين من الكبار السين فيهم اللي كيكونوا أراميل كيسقطو في المقارنة وإنت تزوجتي مثلا واحد شخص زوج السيدة ديال الثلاثينة في عمرها واللي دارتوك يقول الحاجة كانت عندي كتسمع المرأة اللي أولا كانت كي طيبة انتي كتردع لاحظ هاد المقارنة هادي شنو ممكن تأدي ما يمكنش تعطيه صمراري الحياة الزوجية إلى آخره أو بعد الأحيان شروط تعجيزية شروط تعجيزية تدميرية قرار هادي اللي قبلت الزواج بواحد كبير في السن أو واحدة راه داخلين كينا عندما موليدات ومشتورة تعجيزية هو أن تخلى على وليداتك وذكرها مئة عامة أو تبعدني المدينة أخرى وتخليها دهنا وتطرب إلى آخر الأشياء هاد المشاكل هادي وغيرها في طبيعة الحال للكتكون يمكن جزء من التعقيد الحياة وعوض أننا نبني حياة ربما جديدة ولا نسميه الزوج تاني ولا معرفة بشي صغال تكون فيها سعادة وستقرار أمان سكينة كما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر